السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد معنا ان شاء الله يعجبكم المحتوى تعلق القناة وتكون ورفتو بنا شوية الفيديو تعلق اليوم كما قلت لكم اخترافاته هنحط لكم فيديو على الحوت انا يعني ما نشحواته بزاف بالصحة كاين انواعها كان طيبهم نعرف اللي يجي في الفور ونعرف اللي يتقل وثاني على حساب الولف كل واحد كيفا يحب هذا راح نديره في الفور درت الدوراد ودرت الشالبة وهنايا البشور تعلق تشينا والقارس اللي درتهم هاني من بعد نقولكم وش هحين تديرو بهم صارت حبا القارس وحبا تشينا هنا يا انتوما احرار تقدروا تديروا قارس وحده تقدروا تديروا تشينا وحده كاين اخرين جيهم غريبة تعلق تشينا في لاماغينات تعلق الحوت بالصحة النورمال يتدار كاين الناس يديروا تشينا وحدها وندير فصوص تاع ثوم الحوت يشتي ثوم وانا كاعد عندي راح تدير هذك الدول واجد فيها ثوم يابس تقدروا تستعملوا ثاني ثوم اليابس في لاماغينات تاعكم انا درت فصوص تاع ثوم ثاني على حسب الكميات تاعكم هنا عندي ستحوتات متوسطين درت ثلاثة ولا أربعة فصوص تاع ثوم ربطة تاع دبشة ومعدنوس ولا قصبر ومعدنوس درت مورسو تاع فلفل حار انا نزيد ندير الهريسة ما بغيتوش يجيني حار بزاف والفلفل تاعي ثاني مش حار بزاف نديرو نخدم لها ماغينات تاعي ندير فيها هذاك الجو تاع القارس و تشينا ندير لها الملح و ندير هذي الخلطة تاع التوابل الواجدة والزيت توابل الواجدة هذي وش فيهم؟ فيهم فلفل هكحل فلفل حمر فيهم كمون كصبر زعتر ثوم يابس مرحي و الكمون هذو هما سبع توابل نعودهم لكم للا ثمانية و زنجابيل فيهم فلفل كحل فلفل حمر كمون كصبر زعتر الآخر كركم و زنجابيل و الكمون و الثوم اليابس مرحي و ندير الزيت تقدروا اللي ما عندوش هذي الخلطة وجدة يدير هذو التوابل أنا ساعات ندير معاه عرف تاع كليل بس هنحطو هكا كمل فوق و نسيت الورقة تعرند ما اضطيتها لكم بس هدرت له ورقة تعرند ثانية من الفوق مادرتهاش في اللاماغينات بس هتطيتها فوق الحوت معاه ذاك البخار التحات تطلقي الرحة و تديروه تميكسيو هذيك اللاماغينات تديروه في الفور توليوه في البابي ولا تديروه ديروه اللاماغينات و تديروه في البابي شو الفغيزي والبابي داليومينيوم و تديروه في مقلة ولا في طاجين فوق النار فاني يصلح تقدروا تديروه في شوية أنا يعني من نهار كليلت الحوت المشوي بطلت على الحوت هذا تعرفوا لكما جاش بارد الحال أنا درتوه في شوية و تديروه لاموتارد و شوية على الهريصة أنا ما بغيتش نديرلو الطماطم تاع الكنسيرف لأنه البواصان هذا جاي بلان يجي بنين هكاك وحده ما يحتاش بزاف مش كيما السردين ولا هذا الحوت الصغير ولا ليجي مارن لازم له شوية درساق هكا سحبش يجي بنين أنا ما درتلوه طماطم تاع الكنسيرف غير لاماغيناد هذي تكفيه من بعد نزيد ندير لورون دي لات تاع قارس في الكرش تاع و نفخصيه بها مع الفخص اللي هح نديرها هذا مكان كيما قلت لكم لاماغيناد أنا ساعة الحوت هذا نحكم نقص دي فيلي هكا نحلو نحلو الرأس نحلو نحلو سرسور هذك النقيه نديرهم فيلي نديرهم لاماغيناد من بعد نديرهم كيما يديروا سردين في لاشا بلوغ ولا في الفارين ولا ونقله ثاني يجي روعة خطر هذي بغيت نديرو فيلفور درتو نديرو مليح لاماغيناد تقدرو لاماغيناد صباح وتخليو هلعشيات طيبو ولا تديروها نهار من قبل ولا كيما تحبو لكم درتو هكا طيبو سيي وانه تديرو له هكا خطوط باش ودخلو لاماغيناد فيها باش يشرب هذو لازي بيس مليح والقارس ويجي بنين ماجيش سامط ولفاق ستاوش درت فيها درت فيها بصل درت فيها فلفل ورنديلات تعبصلا رنديلات قطعتها صغيرة باش ما يجيب شكوبار داخل كروش هذك الحوت شمبينيون وقطعت طماطم تاع الحب ودرت لهم هذي كلاماغيناد وعمرت بها الحوت التاعي ودرت لها خضرة فرشتها لها من التحت الخضرة عندكم الخيار وش من خضرات تديرو انا درت غير البطاطا ودرت البصلة والفلفل والطماطم تاع الحب تقدروا طيبو ووحد وثاني ماشي شرط تديرو لو الخضرة كاين ناس مايشتيوش الخضرة مع الحوت تجي فيها الريحة كل واحد والرغبة التاعو كيف انا يضوك تشوفو كيف درت الخضرة تحت ها درت غير البصلة البلايس اللي احنا نحط فيهم الحوت درت فيهم غير البصلة والفلفل والطماطم رنديلات رنديلات وهذه الفاق سلاح نديرها نحي نقص شوية بصلة وشوية وقطعت لها الشامبينية والطماطم ونبعد نديرها هذه المغيناد اللي بقاتلة ما نديرها كامل نخلي شوية اللي راح نديرها فوق البطاطا ونفخص بها الحوت ماشي شرط كيتفخصي وماشي شرط عمرولو كرشو والراس ثاني يجي شوية فارغ ديرولو باش هذا الفخص هذي تعاون باش يدخل داخل نكهات هذي تدخل داخل عمرو هكا وماشي شرط ديرولو كيو دون للمو الحوت ناس ملاح ما يطير مش كما الجج قادر ديرو الجج وكما طربطو هاش تحلو تلقو غال بطاطا وحدها والجج طير كما وحدا قلت لهم راح ندير لكم روطي قاعد وضع لهم بطاطا وحدا قلو لها ورا ورطي قلت لما الجج ما نسيت ما ربطت هاش طار هات هنا كيو الحوت ما عندوش الجنحين ما يطار نحكم نديرولو لغال فاخص برك ونخليوه باش من بعد يجينا سهل نحلوه وندير الباقي تعلم مغينات التاعي الاخر للبطاطا اللي قعدت لي اللي درتها ومبعد يتولي تعوم مليح في المه هذك ويطلق المه تاعو دخلوه للفور تكون نار تاعو شوية قاوية عند فايت الميتين درجة وهبط لغير تحت لأن لو كان طيبوه على نار هذي يطلق لكم المه بزاف ويطول لكم باش هو ما يطول باش يطيب والمه هذك من بعد تحير وكيف هذك لأصاص ويطلق لغير تحير من الأحسن انكم تقوي لون النار هو سهل طياب هذا سهل للطياب فم فم يطيب ماملو كان تديروه في البابي يطيب ويطيب ويطيب فوق مقلا فوق النار على براب لالفور ثاني طيب لكم يجي هايل ويطيب تغل فوه ويطيب ويطيب ثم ننتقل الخلطة تشينا والقارص اللي كانوا عندي لميت هذوك الحبات اللي درتهم في المغينات ولميت ثاني الحبات اللي درتهم في التحليا اللي حطتها ديساغ من وراء لعشاء وش درت هذوك لكشور تشينا الميتهم زيت لهم شوية مزهر لافاني ما عنديش تقدروا تديروه مزهر ولا لافاني ولا هذوك الزيوت الاساسية اللي هي زيت نعناع ولا زيت القارص ولا أي زيت تحبوه هو من الاحسن زيت نعناع ولا زيت القارص خاطر ما يمشيوا مع تشينا والقارص وتخليهم يغليوا فوق النار تقدروا تديروا كاش ما عندكم مرميطة طيبتوا فيها قرنون ولا طيبتوا فيها حاجة خضرة خشتوا هذه الخضورية تبقى لازقا فيها سرتوا حاجة على اليومينيوم تقدروا تديروهم فيها من جهة تربحوا تعطروا الجوة بتاحكم لانول حوت حيحت تندacion كان الاجت تقدروا تستاهفدون من الماء السبيل الرش يجب أن تستخدم الأدات التي تغليتها ومن الجهات تستعملها لماعن البلاطو التي تطيب فيها الحوت أو المقلة لماعن تتعرفوا الريحة التحم كيف تبقى كائنا تبسحوا بها اللوفيت تبسحوا بها الكوزينيار أنا الكوزينيار لقيتها بورتون الحوت كان مغلف ولقيتها ما تتشاف غير غير حليت عليه بورك بدأت هذيك العصاص الطير والآخر نتوهيتها به درت شوية مع درتو في حاجة مسحت بها جبتت حتى هذيك العقريل ثاني مسحتها بها ما بغيتش نديلكم فيديو طويلة سناني جبت وصورت ودرتلكم فاني تعرفوا الوقت عشا كيفها قصير ودرت هذيك التحليا ونزرب منها ومن هي ما لقيتش الوقت باش ننصور ونحط لكم كلش ما لا قلت نشرح لكم هاكا انتم ما راكوا ما حين تعرفوا هفوات استعملوهم استعملوا مسحوبيه البوتاجي التاعكم ومن جهة ثانيها ومليح التنفس وهذه هما المعلومات التي أعطيتكم اليوم الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة